عن عمر بن حبيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر حسنه الألباني هذا نوع من أنواع القلوب ما في رحمة للبشر تحذير من هذه الحال ومن هذا النوع ذكره عليه الصلاة والسلام تحذيراً وحكم على صاحب بالخيبة خاب والخيبة الحرمان والخسران خاب يخيب ويخوب خيبة يعني حرم ومنع ولم ينل طلبته ويقال خاب سعيه وخاب أمله وخسر فهو خائب وخيبه الله يعني حرمه وخيبه الله دعاء عليه بالخسران ومن أمثال العرب جعل الله سعيه فلان في خياب بن هياب وبياب بن بياب يعني جعل الله سعيه في خسار يعني أن يرد كيده في نحره ولا يستطيع أن يمسه بسوء أو يوقع شراً بهذا الذي يدعو عليه وهذا في النهاية وتهذيب اللغة ولسان العرب وتاج العروس والمعجب الوسيط الخسران الضلال والهلك خسر خسراناً وغسارة ويقال الخسارة والخيسرى الضلال والهلك قال تعالى والعصري إن الإنسان لفي خسر هلكة عقوبة شر نقص نقص كلها ذكرت في معاني الكلمة في سورة العصر كما في تفسير القرطبي فإذا قوله خاب يحمل معنى الخسران والتلف والهلاك والضلال والنقص والفساد من هو من هو هذا الذي لم يجعل الله في قلبي رحمة للبشر وقد روى البخاري ووسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان تقبلون الصبيان فما نقبلهم عندنا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوأملك لك أن نزع الله رحمة من قلبك قال الحافظ أوأملك استفهام إنكاري ومعناه النفي لا أملك لك يعني إذا نزع الله رحمة من قلبك أنا لا أملك لك شيئا أما أملك أعمل لك شيئا إذا نزع الله رحمة من قلبك لا أقدر فتح الباري مثل على حكدا